السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم عزائي الطلبة في قناتكم ماكل والصدي النهاردة المحاضرة بعنوان summary of stafelcocai كنا خلصنا لستفيلcocai في 8 حلقات فالنهاردة الملخص بتاع 8 حلقات فات المحاضرة دين كيتفيدك في ليلة الامتحان بعد ما ذكرنا سفيلcocai شابتر ككل فده كمراجعة سريعة لستفيلcocai كشابتر شابتر ككل طيب والنهاردة هنقول ازاي برض ازاي للسيستيماتيك بكتريولوجيا بطريقة منظمة ان شاء الله طيب اولا بداية في السيستيماتيك بكتريولوجيا الشابتر عبارة عن جينوس عبارة عن اسم العيلة يعني استفيلcocai ده الجينوس اسم العيلة تمام طيب اول حاجة بعد شابتر تايتل بنشوف the most important species يعني افراد العيلة اللي بتنتمي الى الجينوس هم بالنسبة ويقع بكتريولوجيا ثم كلمة معناها بالاتينة غلدن يلو كلمة غلدن يلو كلمة غلدن يلو كلمة غلدن يلو سيفيركوكس سابروفيتكس يبقى سيفيركوكس إرياس سيفيركوكس إبيدرميدس سيفيركوكس سابروفيتكس The most important species أول واحد هو سيفيركوكس إرياس وهو ده اللي منان عليه فوكس ومندرسه بالتفصيل أما الإبيدرميدس والسابروفيتكس كلمات مختصرة لا تتعدى لست سطور زي ما هنعرف إن شاء الله طيب لما بعد معرفنا The most important species منشوف الجينال الكاركتر الصفات العامة للعيلة الصفات العامة للعيلة الصفات المشتركة بينهم اللي تخليهم ينضموا إلى نفس العيلة دائما في الجينال الكاركتر من أي شابتر في السيستيماتك باكترولوجي بنبدأ بالمرفولوجي طيب قلنا يعني مرفولوجي مرفولوجي يعني ثلاثة صفات رئيسية بنشوف ونشوف 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 بعد كده العامة للعامة 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 للع كاستفيل الكوكاي كجينس طيب يبقى الارانجمنت بتاع الاستفيل الكوكاي arranged in grape like cluster قولنا كلمة استفيل الكوكاي معناها bunch of grapes يعني عنقود العنب حتى اسمها البكتيريا العنقودية اسمها البكتيريا العنقودية يبقى الارانجمنت arranged in grape like cluster تمام؟ يبقى المرفورجي جرام بصف كوكاي arranged in grape like cluster طيب ثاني جينا الكاركتر catalyze قولنا اول استفيل الكوكاي catalyze positive catalyze ده various factor بكتيريا بتعمله production علشان يمكنها ان هي تمنع ال killing action من الماكروفيج يعني الماكروفيج بيطلع هاتجون بروكسيد علشان تعمل ال killing لل استفيل الكوكاي فهي تطلع الكاتاليز انظيم علشان تعمل neutralization للهاتجون بروكسيد اللي طالع من الماكروفيج يعني تحول الهاتجون بروكسيد الى ووتر واكسجين فكرة يعني الهاتجون بروكسيد ما يعمل لهاش killing طيب المعلومة المهمة جدا هنا في الكاتاليز كاتاليز انظيم هناك مردد انهم تعتقد اهميته انه يفرق الي بين السيفير الكوكاي والستريبتو كوكاي جينس تابع والستريبتو كوكاي تابع السيفير الكوكاي هو الكتاليز نظيم لانه كتاليز نيجاتيف السؤال الثاني في الكتاليز يقولك الكتاليز يفرق لي بين ويأتي لك في الاختيارات او 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 اي سبيشيز من السبب الكوكاي او كذا اختيار الكتاليز لا يفرق بين سبيشيز من نفس العيلة السبب الكوكاي لانه السبب الكوكاي كل افراد العيلة يفرق بيطوكشا للكتاليز الكتاليز يفرق ليش من نفس العيلة لانهم كلهم يفرق بيطوكشا للكتاليز ممين بفرق بين سبب الكوكاي كجينس كل العيلة وبين السفيل الكوكاي كلهم كتاليز نيجاتيف أما السفيل الكوكاي كلهم كتاليز بوزطيف طيب تالت جينال الكاركتر أول السفيل الكوكاي كان جروه تمام طيب جينال الكاركتر لا أنت تعرف الزكر إزاي يعني ممكن برده السؤال يجيلك مباشر أو يجيلك موضوع السوال في الميسيكيو بمعنى يقول لكARكتري بمعنى يقول لك والله السفوريس ممكن تتحمل هاي كونسنتريش في سوديوم كورايد أما اللي بدرميدس لا تقول لا هما الاثنين مدام من نفس العيلة أول سفل كوكاي بينمو على ميديا بتحتوي تركيز عالي من السوديوم كورايد والميزة دي استغلناها إن احنا حطيناها في في الميديا اسمه منتول سوت أغار استغلنا الميزة دي لأن هما السفل كوكاي العيلة الوحيدة تقريبا تمام اللي بتقدر تعيش في ميديا كونتينك هاي كونسنتريشن في سوديوم كورايد عشان كده حطيناها في ميديا اسمها منتول سولت أغار حطيناها حطينا تركيز عالي من السولت في الميديا دي علشان يعمل الانهيبشان مع عادة السفل كوكاي يعني حطيناها في ميديا علشان علشان ينمو عليها بس للسفل كوكاي إن هم يتميزوا بالميزة دي تمام طيب تالت ايتم نحن دعونا مسكين بسكيمة وسكيمة دي سبتة في كل السيستيمي كباكتيريولوجي بعد ما قلنا سنخش في الاتم الثالث اللي هو قلنا يعني وفي أي شابتر معناه نحن عايزين نشوف بيو كيميكا الرياكشن أو كارشان ميديا تفرقلي بين الاسبيشيز يعني الانهيبشان كل أفراد العيلة تمام بيتميزوا لهم صفات مشتركة بيتميزوا بالصفات دي فالانهيبشان ما تقدرش تفرقلي بتوين الاسبيشيز أما في الكلاسيفيكيشن لا عايزين بيو كيميكا الرياكشن يفرقلي بتوين الميمبرز يفرقلي بين أفراد العيلة تمام؟ فهنا كان أهم 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 بيو كيميكا الرياكشن أو أهم إنظيم اسمه كواجوليز إنظيم كواجوليز إنظيم طيب يفرقلي بينهم إزاي؟ كواجوليز إنظيم بيطلع من السافوريوس فقط يعني كواجوليز إنظيم هي الوحيدة اللي بتطلع الستفوريوس أما الأخرى سبيشيز السافوريكوكاس سابري فوتكاس كان لن تحرك كواجوليز إنظيم في الطريق الكواجوليز يعني ان يفرعد عن الهتمام في طريق الكواجوليز كواجوليز انظيم اخرى ان يفرعوا بين الهتمام و الهتمام وعشان كده من اهمية مدام هو الكواريز النظام بيطلع من السافوريوس بس فخلاص عملناه زي ما في البيوكيمكا الرياكشن تست خاص به زي ما هنعرف في البيوكيمكا الرياكشن في الزاموست أمورتل سبيشيز والسافوريوس وهنا السافوريوس ده اهم هو الموست باتوجينيك تمام وهو ده هنعمل عليه فوكس تمام وده نتكلم عليه بالتفصيل طيب احنا قلنا لما نتكلم على اي بكتيريا تمام الزاموست باتوجينيك منتكلم على 8 عناصر تمام السابتين في سيستيمك بكتيريولوجي تمام اول حاجة منتكلم على المورفوريوس تمام طيب وبعد كده الكالشر بعد كده بايوكيمكا الرياكشن فيرانس فاكتورز ديزيز دياغنوزيز تريتمينت اند بريفنشن تمام ده 8 عاصر السابتين بنتكلم عنهم في اي بكتيريا تمام طيب المورفوريوس المورفوريوس ينفيش ولا كلمة زيادة على الجنان الكاركتر المورفوريوس ينفيش ولا كلمة زيادة على الجنان الكاركتر يعني كل افراد العيلة لهم نفس المورفوريوس فبالتالي ستافوريوس نفس المورفوريوس بالنسبة للكالكالشر الكالشر الكالشر ميديا نيوترات اجار بلد اجار مليتول سولت اجار نيوترات اجار دي ميديا سيمبل ميديا يعني كونتين سيمبل كومبوننت تمام طيب هي نيوترات اجار السافوريوس ميديا زي ما قلنا بكتيريا متوضعة ما عندهش مشكلة ان هي تنمو على السيمبل ميديا تمام نيوترات اجار السيمبل ميديا كونتين سيمبل كومبوننت والصاف اورياس متواضعة ل ow cooperate ثعوب alrededor التوليوات الأجار قمت بتحديد أنه وهينما تحصل إجناء لون البيجماند أو إأ eternity س stabo erios للنسبة لذالك هي الوضع للسابة اما السابروفيتكاس بروديوز ليمون يلو بيجمينت الي همينا طبعا الستافوريوس جولدن يلو بيجمينت عن نوته اجار طيب تعالى في الكالتر ميديا التانية اللي هي بلاد اجار بلاد اجار ميديا ريتشيد يعني بكتريا غنية علشان فيها سبيشير كمبونت اللي هو البلد تمام طبعا دوقتي انا عندي السافوريوس ازراحها عن نوت اجار احسن وعنما بعض اجار طبعا بلاد اجار بوسيقى غير عالق مترة يسمى ألفا هيمولس أما السفوريس يسمى بيتا هيمولس فالكولونية بتا هيموليس بتطبيق بيتا هيموليس بيتا هيموليتك كولونيس. اما الابدلميديس والسابولفوتكاس لا هيموليس اصلا للرد بلود سيلز. طيب ثالث ميديا اسمها منيتول سولت اغار. دي اهم ميديا. اهم ميديا خاصة بالسافي الكوكاي. لماذا؟ هذه الميديا دي نوحها سيليكتف ان ديفرينشيل ميديا. يعني سيليكتف سيليكتف يعني فيها سيليكتف يجب علي السيليكشن بالسافي الكوكاي. يعني 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 نعمل�를 انهيبشين거나 الا الاول مايكوجو ايغانيزم او Youtuber يعني بتدمو عليها عائلتها ... عائلتها الحفyllي الكوكاي. مش اسبيحيز بعينها. لا. يتغلي عنها كل السافي الكوكاي. السبب ان يتم Rotation. الميديا دي high concentration of sodium chloride اللي قلناها في general character فاستغلنا الميزة دي مدام all syphilococcus تقدر تعيش في ميديا contain high concentration of salt يبقى خلاص نحطها في ميديا عشان كلا اسمها منيطول salt agar يبقى selective agent عندي اللي هو high concentration of sodium chloride فدا هنا بيجي هنا سؤال عليها ميسي كيو او فتروة او فورس ولك والله انه الاستفقوريس بس هي اللي بتنمو على منيطول salt agar لا غلط تمام كل عائلة syphilococcus بتنمو على منيطول salt agar عشان كلهم can tolerate high concentration of sodium chloride طيب عرفنا عني selective طيب يعني differential differential يعني كمان الميديا دي بتفرق لي between the species يعني تفرق لي مين فيهم السافوريس ومين فيهم ال other species السبب علشان فيها منيطول منيطول ده شغر طيب برضو ايه اهميته الشغر ده انه السافوريس هو الوحيد هو باقي السافوريس ده بيعمل منيطول فرمينتشن انه هو لونه رد من الاسم تمام؟ فينه الرد؟ في الاسيدك بي اتش بيتحول من الرد الى اليلو في الاسيدك بي اتش بيتحول من الرد الى اليلو طيب احنا استفدنا ايه من المعلومة دي؟ استفدنا ايه؟ انه هو مش قولنا السافوريس بتعمل فرمينتشن منيطول؟ طيب من نوعاتك تجيل فرمينتشن اي شغر اسد زي ما اخدنا في البيو كيمستري تمام؟ هنا لما السافوريس تعمل فرمينتشن منيطول هينطب منك اسد منك اسد ده اسد فهيخلي البيو اتش بتاعة الكرشير ميديا اسدك فالفين الرد هيتحول لونه من الرد الى اليلو مدام نتج اسد تمام؟ فهتلاقي انا عندي في الكرشير ميديا النون النهايي بعد الزرع يعني ما اطلع طبق تاني يوم هلاقي لونه يلو تمام؟ جيف ريزون خطير يقول لك سافوريس كان بروديوس يلو كونيز اون مانيتول سولت اجار السبب لسبب ان السافوريس بتعمل فرمينتشن للمانيتول تمام؟ لما تعمل فرمينتشن للمانيتول بينطق منك اسد فبيخلي البيو اتش اسدك مدام البيو اتش بيت اسدك يبقى فينه الرد اندكيته هتحول لونه من الرد الى اليلو طيب السؤال بطريقة تانية جيف ريزون سفر كوكس ابيدرميدس كان بروديوس رد كل النز اون مانيتول سولت اجار لماذا لما نزع البيو درميدس على المانيتول سولت اجار بلاقي الطبع في الاخر لونه رد علشان سفر كوكس ابيدرميدس نظم مانيتول في المنتر ما تعملش فرمينتشن للمانيتول تمام؟ فبالتالي في الريد مش هتحول لونه من الرد الى اليلو ويبقى زي ما هو على حالته رد لماذا؟ لانه مدى ما حصلتش في المنترش من مانيتول فبالتالي ما فيش اسيد بروضة اسيدك بروضة يعني ما فيش البيت ما بييتش اسيدك فبالتالي هي بقى لونه زي ما هو رد ما تغيرش عشان كده سفر كوكس ابيدرميدس اللون النهائي بيكون رد على مانيتول سولت اجار تمام؟ المعلومة المهمة التي تمين هنا في المانيتول سولت اجار يعني الخلاصة انه كل سفر كوكس كان جروء المانيتول سولت اجار رس بتوع فيها الحتة دي تمام؟ عشان كلهم بدروا يعيشوا في ميديا كونتينيك هاي كونتريش أفسد المكوري تمام؟ طيب مين فيهم اللي بيعمل في المنترشن مناتول السفر أرياس أونلي وهو ده اللي بيفرق لي بتوين سبيشيز من الوجود المانيتول طيب تعال بالفيرلانس فاكتور او البيو كيميكا الرياكشن البيو كيميكا الرياكشن اللي هو كواغوليز والكاتاليز كواغوليز والكاتاليز احنا قلنا كواغوليز مين اللي بيعمل البيو كواغوليز السفوريوس فخاصة عملنا بيو كيميكا ال تيست يفرق لي بينهم تمام؟ انه هو بنجيب رابط بلازمة طبعا لنداف العمل اكتر وحنعمل بارط للعمل هنشرح فيه بالتفصيل تمام؟ بنحط رابط بلازمة نحط عليه بروث كالشا تمام؟ ونشوف والله لو لقينا حصل كواغوليشن كواغوليشن لبلازمة يبدأ بوزطف طب من البوزطف السفوريوس لا ما حصلش كواغوليشن حتى من الاسم كواغوليز تمام؟ يبقى سفئ بالدلميديس أو سابروفيتكاس طيب الكاتاليز كاتاليز احنا عايزنا كلهم سفئ الكوكاي بروديوس كاتاليز تمام؟ فعملنا كاتاليز تيست عشان نفرق هل دول عايز اعرف هل دول اللي معايد العيلة سفئ الكوكاي ولا لا ولا سفئ الكوكاي فلو بوزط فيبقى سفئ الكوكاي سفئ الكوكاي طيب زي نعمل التيست ان احنا الكاتاليز بيعمل نيوتراليزيشن لهادو جون بلوكسي بيحوله الى ووتر واكسيجين تمام؟ فانا اجيب سبستراتي بتاعي اجيب هادروجين بلوكسي وحطه على كولوني كولوني اف جروث اللي انا عايز اعرف هو سفئ الكوكاي او لا تمام؟ طيب لو لقينا بابلز لو لقينا في بابلز يبقى ده بوزط ايه سبب البابلز نقول الكاتاليز معناها معناها سفئ الكوكاي عملت الكاتاليز واشتغل على الهدروجين بلوكسيد اللي نحطه الهدروجين بلوكسيد لما الكاتاليز يحوله الى ووتر واكسيجين واكسيجين ده بيكون بابلز فده بوزط طيب لو سبب كوكاي لا مش هلقى بابلز معايا هيبقى نيجاتيف تمام؟ انه هدروجين بلوكسيد ما تحولش الى ووتر واكسيجين تمام؟ لعدم وجود الكاتاليز بخصوص بخصوص السيلوول طيب فيلونس فاكتور فيلونس فاكتور نحن قلنا سبتة انه بانه بنشوف فيلونس فاكتور سيلوول يعني بيكون فيلونس فاكتور التاشد للسيلوول او انظيم انظيم او توكسين طيب لو السيلوول كومبوننت فيلونس فاكتور في السيلوول كوكاي اسمه بروتين اي ده اهم واحد بروتين A تتاشد للسلول تمام؟ طيب، نحن قلنا في المنهج كله كلمة بروتين ستكرر معنا كثير يعني هللاقي في الستفكوكاس بيوجين بروتين M وهللاقي في أن يجسرنا نفس الكلام وهللاقي في كذا بكتيريا كلمة بروتين ستكرر معنا كفيرلانس فاكتور طب عشان لا نحفظش كثير ونحس في لود علينا مش استفق أوريس دي أول بكتيريا في المنهج يبقى نوع البروتين بروتين A تمام؟ ما هي أول بكتيريا ببروتين A سنجد في ستكوكاس بيوجين بروتين M تمام؟ هي يقول لك بروتين A is visited in the cell wall of ويقول لك ستكوكاس بيوجين والأرياس والنيسيريا خلاص A يبقى سيف أرياس خلاص الدكاترة طب قلنا بروتين A ليه اسمه كفيرلانس فاكتور هو فيرلانس فاكتور يعني بيمكن البكتيريا من ديزيز طب بيمكنها كم من ديزيز قلنا حتى في الرسمة كده بروتين A بيمسك في الـ بيمسك في الـ بتاعة الـ يعني الـ يعني الـ في حاجة اسمه طبعا الـ موجود موجود في أي انتباضي موجود في أي انتباضي بس هو ليه خاصينا الـ انتباضي لأنه هو الـ في سي بورشا بتاع الـ اي جي جين انتباضي ليه ليه على الماكروفيج على الماكروفيج تمام؟ طيب هو بروتين A بيعمليه اولا انهبت عملية اسمه اوبسونيزيشن ايه العملية دي؟ او ايه كلمة اوبسونيزيشن سريعا نهو دلوقتي الماكروفيج ممكن تقتل بكتيريا الـ ممكن تعمل البكتيريا مباشرة يعني ممكن انا امسك الحرامي مباشرة تمام؟ اعمل فاكو سايتوزيس مباشرة تمام؟ او ممكن الماكروفيج تعمل فاكو سايتوزيس بواسط عامل مساعد يعني بواحد بواحد يوريها الحرامي اللي هو الإجي جي أنتباضي يعني انا ممكن امسك الحرامي مباشرة انا مكروفيج امسك البكتيريا الحرامي مباشرة او بواسط الصحبي يوري لي الحرامي ف الإيجي جي تمام؟ يمسك في البكتيريا تمام؟ فالماكروفيج عليها F-C receptors للف اسي بورشة متع الاي جي جي فاما الماكروفيج تشوف الاي جي جي ماسك في البكتيريا تمام. تروح تعمل فاجو سايتوزيز فعاملت الاي جي جي دي ساعد البكتيريا ساعد الماكروفيج ان هو يعمل فاجو سايتوزيز للبكتيريا بفضل ان هو بتاعت الاي جي جي عليه للمكروفاج. طيب طيب ده كده عملية كنا طبعا شرحناه بالتفصيل ووضحناه اكتر من كده بس الوقت بنتكلم سريعا عشان احنا بنتكلم على الصمر يعني. طيب طب بروتين ايه? دوره? نروح يمسك في الاي جي جي. يروح يمسك في الاي جي جي انتباضي. فلما مسك فيها فخلاص بيه المكان ده مشغول. حصل له بلوكينج المكان ده. فبالتالي المكروفاج ينام عليه بس مش هتقدر مش هتقدر تتعرف على الاي جي جي. ان هي بتتعرف بواسط الفي سي بورشن. طب الفي سي بورشن البروتين ايه بتاعت البكتيريا مسكت فيه. تمام? فخلاص بالمكروفاج مش هتقدر التعرف على الفي سي بورشن بتاع الاي جي جي انتباضي. فبالتالي البروتين ايه عمل انهيبات عملية. طيب. اه تاني جروب من الفي سي بورشن الانزيم. السيفوريس بردوس سيفرال انزيم. اهم انزيم كواغولات انزيم. كفيرانس فاكتور ومش كمان اهم انزيم لا ده اهم فاكتور على الاطلاق بالنسبة السيفوريس. مهم جدا من جميع ميشن ان السافوريس. trebus جيل الامار يبقى كواغولات انزيم. او ميشن فاكتور ان صوبية كميوجن وهكذا. فتجميع دقاءة الميشن في الشاشقها ان شاء الله فا آخر المنهج. تمام? يبقى اهم في السيفوريس من هو كواغولاز انزيم. طيب دوروا سريع لان كواغوليس بيعمل ايه. دلوقتي لما السافوريس تعمل انفكشن اليمون سيستم كرد فعل منه بيبعت انفراماترو اكسيوديت لما كان الانفكشن علشان عايز يععمل الوقاليزيشن ليحد من انتشار البكتيريا انفراماترو اكسيوديت ده مليان فيبرونيجين فيتجي السافوريس تستغل للنقطة دي فطلع مدام فيه فيبرونيجين جاي فطلع كواجوليز انظيم كواجوليز انظيم دي حولي الفيبرونيجين الى فيبرين طب بتعمل ليه كده هي علشان الفيبرين دا كلوت تحاوط نفسها بالفايبرين يعني السافوريس بتطلق واجوليز انظيم علشان يحول الفيبرونجين الى فايبرين وبتحاوط نفسها بالفايبرين فهي بتعمل لوقولايزيشن لنفسها تمام بتحاوط نفسها بالفايبرين علشان كباريير تمنع وصول الخلايا ليمون سيستيم ليها تمام فى خلايا ليمون سيلز لمكروفيج ما رداش تتعرف على السافورياص انها أصلا محاوط نفسها بالفايبرين كلوت فعشان كده ثالك اغل Burgess the cravings الى انظيمische producto لوقولايزيشن لنفسها عشان بتحاوط نفسها بالفايبرين كلوت وبتعمل هذه الحركة علشان تمنع نفسها او تمنع وصول ليمون سيلز ليها ثاني انظيم كتاليز وان كتاليز كتاليز فاكتور في الماكروفيد احدى وسائل ميكانيزم بطلح حاجة يسمى هيدروجين بروكسايد بالبساطة كده يعني ببزاج ببزاجه هيدروجين بروكسايد يعني بموت اي بكتيريا في الاصل قام بتقاوم فيها كتاليز. ولوكسايد هيالورينيك اسد ده بيعوق اي بكتيريا هي تنتشر وتعمل تمام لا فهي البكتيريا السافوريوس فيها هيالورينيديز من اسم فبتعمل ديسولب او ديستركشن للهيالورينيك اسد تمام طيب رابع فيلونس فاكتو الدي ان ايز من اسم دي ان ايز بيعمل ديستركشن للدي ان ايه والدي ان ايز ده ده دائما دي ان ايه اصلا بيخلي الميديا فيسكاس بيعوق انتشار السافوريوس فيها بتطلع دي ان ايز عشان تعمل ديستركشن او ديسولب دي ان ايه طيب خامس فاكتور اسمه فيبرينيو ليسن فيبرينيو ليسن من اسم هي دولات البكتيريا عملت لكاليزيشن لنفسها عملت بروضاقشن كو او جليز وحاولت فيبرونجين الى فايبرين حواليها طيب دولات عملت لكاليزيشن في بعض الاحيان لو انسان اهمل علاج الابسيس انتظار السافوريوس طيب هي عايز تعمل انفاجن وتروح البيض فتطلع فيبرينيو ليسن عشان نعمل ديستول بالفيبرين ليمحوطن نفسها بيه اصلا فخلاسها تنتاج وتعمل انفاجن عشان فيبرينيو ليسن من اسم فيبرينيو ليسن ديستول فيبرينيو ليسن البيتالاكتام رينج في الانتابيويتك طيب التوكسنز التوكسنز ده اخطر انواع الاسترينز اللي بيطلع التوكسن شوف خلب لكم بقول كلمة استرينز كلمة ده برده بتيجي في تروع احنا قلنا في المتكلمين في اول محاضرة قلنا الفرق بين الجينوس ده اسم العيلة استفل لكم كاي ده جينوس طيب السافوريوس ده اسبيشيز طيب هل السافوريوس بكتيريا واحدة؟ لا السافوريوس عبارة عن سلالات كتير فتلاقي سلالات واحد واثنين وثلاثة ارقام فبيقولك خمسين في المية من السلالات السافوريوس توجد توكسنز مش كل السافوريوس ولا تابع مشكلة كبيرة طيب التوكسنز توكسنز الأول انتيروتوكسن انتيروتوكسن يعني انتيروتوكسن 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 يعني يتحمل درجة الحرارة العالية طيب ابيدرموليتوكسن من الاسم ابيدرموليتوكسن يعني بيعمل بيعمل وبيسبب بالدزيز سكالدد سكن سندروم من الاسم سكالدد يعني متسلخ يعني تلاقي الطفل بتاعه عمل زي البرن كأنه بيرن تمام بيعمل سبليتك ديسموزوم مكون موجود في الابيدرمس فبيفصل الابيدرمس عن تيشو على السكن بيفصل الابيدرمس بيفصل الابيدرمس عن طبعه تحتها فبعد كده بيكون الناتج بولوسنبوتايجو في الاول تمام وخدنا الشكل في الديزيز بعد كده بعد ما بيحصل ربشر للبولوسنبوتايجو تمام بيكون منظر الجلد كأنه بيرن كأنه متسلخ تمام طيب توكسيك شوك سندروم توكسين من الاسم بيسبب توكسيك شوك سندروم تمام وهو الهايبوتينشن وفيفر وشوك طيب الديزيز قلنا ثلاثة انواع من الديزيز وده الاصل ده الاصل هو الابسيز وكربانكل وفرانكل وفلوكولايتس وان الابسيز ده اكثر مور دينجلس تمام اكثر واحد فيه كمية البصص كثيرة بيكون اندرسكن كربانكل يلي تمام في الخطورة وبعد كده الفرانكل وبعد كده وبعد كده يعني البكتيريا تعمل وتروح للبلد تمام ممكن لو رحت البلد تروح اي مكان بس اشهر مكان بتروحه البون بتحب البون تمام فتلاقي ديزيز كنفيزيز كونديشن استيومالايتس 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 يعني انه عملت انفكشن في البون وممكن تروح للنومونية ممكن تروح للنغ وتعمل نيومونيا بس هي دائما بتعمل سكندري نيومونيا يعني يجب اسبقها قبلها فيرال نيومونيا فيرال انفكشن خصوصا في الوانزا فيروس فتعمل فيرال نيومونيا سكندري سكندري نيومونيا مش من الاول ما تقدرش تعمل طب ايه السبب ؟ ما تقدرش انفكت انتاكت سكن او انتاكت ميكوزا ما تقدرش لازم حاجة يحصل يعني تهتك فهو الفيروس عمل تهتك في الاول بعد بعد كده تبدأ السافوريس بعد الانفكشن زي موضوع الابسس برضو في الاول في السكن مستحيل السافوريس تعمل انفكشن لانتاكت سكن يعني وقت وقت الابسس مجاش من السافوريس ما عمش ابسس يعني على طول مباشرة لازم يكون حصل ابريجان في السكن يعني حصل تهتك او خدش وحتى ولو بسيط في السافوريس ما تقدرش تعمل انفكشن تهتك τه سكن او انتاكت ميكوزا وتکسجينك وستعمل بس او اوبيرتف غوند انفكشن طيب أراتق جروب من النار توكسيجينيك تولاد نقر راساد الانفكشن توكسيجينك Hello ci Maori هذا الغرب على بلد درموليتك توكسين واسم لي اسم ثاني بكسفوليتف توكسين وتوكشك سوكسيندروم توكسك شوكسيندروم توكسين طيب الدياجنوزيس دياجنوزيس يعني مورفوليجي كالشر بيكميكا الاكشن وممكن الموليكولر ميثود سكيمة ثابتة في الدياجنوزي التريتمينت قولنا تريتمينت اهم حاجة تريتمينت في المنهج قولنا قصة تريتمينت في سنة 1928 وبعد كده طبعا حصل مجموعة تانية تمام بعد كده برضو حصل مجموعة تانية تمام بعد كده برضو حصل ميرسا ميرسا بعد كده بعد ما حصل لها اكتشفوا فانكو ميسن انه كان بعد كده برضو حصل فانكو ميسن وسموا فانكو ميسن فانكو ميسن بس صفة كبيرة يعني تمام بس وبعد كده البرفنشن بقلنا كلمة بريفنشن في أي شابطة هنا ونتكلم على هذي فاكسين ولا هنا مفيش فاكسين بالنسبة للاستاف أورياص تمام طيب ان شاء الله بإذن الله تكون دينا واضح وده طبعا ملخص سريع عشان احنا يعني كلم ذا شرحنا بالتفصيل بس أنا حبيت أعرفكم يعني ملخص سريع ونعرف زاكر السيستيميك في أي شابطر بتوفية دكتة ان شاء الله اشتركوا في القناة